في السنين الأخيرة كانت المخلفات الزراعية خصوصاً أش الرز مشكلة كبيرة جداً بتسبب تلوث البيئة والتأثيرات سلبية على الجو والصحة الناس كانت بتعاني من السحابة السودة اللي بتظهر بسبب حرق أش الرز طبعاً مشكلة كبيرة جداً يا دينا خصوصاً في التوقيت ده وكان فيه اعتقاد كده عند المزارعين اعتقاد خاطئ طبعاً أنه أش الرز المحروق ده بيعتبر سمات طبيعة للأرض دي مشكلة كبيرة في بعض الناس بتتعامل معها لهذا الأساس وبعض الناس بتبقى عايزة تتخلص منه ومش عارفة تتخلص منه إزاي فبتتخلص منه في الحرق طبعاً بتضرنا كلنا بتضر البيئة وبتضر صحة الناس الناس اللي عندها حاسية جيوب أمفية الناس اللي عندها حاسية صدرية طبعاً بتبقى الفترة دي فترة صعبة جداً عليهم لكن في السنين الأخيرة الأمور تغيرت بعض الشيء وبقى فيه استفادة حقيقية من هذه المخلفات هذه المخلفات بقت فرصة استثمارية مهمة جداً سواء للمزارعين أو أصحاب المشاريع البيئية إزاي ده حصل وإيه تفاصيله؟ كل ده هنعرفه من الدكتور ياسر عبدالله محجوب رئيس جهاز المخلفات بوزارة البيئة ومساعد الوزير اللي منورنا سبعاً خير عليك دكتور أهلاً بحضرتك أخبار الموسم السنة دي إيه؟ لا الحمد لله أفضل يعني ومستمرين إن شاء الله أن العمليات تبقى كويسة إن شاء الله خلال الفترة القادمة إن شاء الله طيب الحمد لله المزارعين فاهمين؟ المزارعين بقى عندهم وعن؟ يعني هواضح لحمد لله دي نقطة الأساسية دي نقطة الأساسية وكان عندنا بعض التحديات اللي بتواجه الدولة عموماً في منظومة دارة المخلفات الزراعية بصفة عامة يمكن لو رجعت خطوة الوراء قلت لك إن إحنا كالدولة مصرية عندنا حوالي 9 مليون فدان أراضي زراعية 6 مليون في الواد الجديد والدلتة 3 مليون أراضي استصلاح زراعي والكمية دي في تهزاية الأراضي الزراعية دي بيانتج عنها كمية مخلفات زراعية من 30 إلى 40 مليون طين سنوين كان عندنا مجموعة من التحديات بتواجه الدولة ككل مش هقول وزارة البيئة التحديات دي إن المخلفات دي في صعوبة في عبالية التجمع المخلفات دي بالنسبة لوزنها وحجمها كبير ما فيش دراسات فنية واقتصادية للاستفادة بالمنظومة دي ده اللي اشتغلنا فيه في وزارة البيئة إن احنا نواجه التحديات دي كلها أساليب جديدة لعملية التجميع إن مصدر التجميع يبقى قريب من المزارع عشان يقدر يجمع بسهولة يبقى فيه آليات اقتصادية كتيرة يبقى فيه مكان لفارم المخلفات الزراعية دي عشان أقلل حجمها ووزنها يبقى قابل لنا نقلل المصانع التدوير بدأنا في الفترة الأخيرة إن فيه استثمار دخل في المخلفات الزراعية عندنا مصنع بدأ في البحيرة مصنع استقبل السنة اللي فاتت حوالي 200 ألف طن مخلفات أشرز لإنتاج الألواح الخشبية المسطحة فيه مشروع ده خشب المضغوط الـ MDF ده مضغوط اللي هو الخشب المسطح بدأنا بالتوازي نشتغل في منظومة الأعلاف من الأشرز والمخلفات الزراعية بصفة عامة بدأنا بالتوازي نحن نشتغل كوقود حاوي للمصانع أو الصناعات الكسيفة للطاقة زي مصانع أسمنت وخلافه من أشرز برضو والمخلفات الزراعية بدأنا بالتوازي ننتج منه أعلاف للمواشي في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف وأسعار الاستراد إن بدأ مستثمرين دلوقتي يلجأوا لمخلفات زراعية بصفة عامة وإنتاج منها أعلاف كل الأمور دي فيه خريطة استثمارية اشتغلنا فيها مع كل الجهات المعنية بدأنا ومازلنا مستمرين بحيث أن يتم الاستفادة من كامل مخالفات الزراعية إن شاء الله يعني اللي حداك بتقوله ده كله ده معناه أن خلاص المخالفات دي أصبحت بالنهاية بالدر دخل كبير جداً للمزارعين طب إزاي بتتعامل مع المزارعين في الأساس علشان نجمع أشرز يعني المنظومة مشية إزاي بالضبط عشان في الآخر نوصل لده طيب إحنا بدأنا بدري شوية قبل موسم الحصاد إن فيه توعية للمزارعين نزلنا بحملات توعية بالتنسيق مع المحليات ومدريات الزراعة أو وزارة الرأي ننزل بحملات توعية بنوع المزارع إن ممنوع حرق الأش في تشرعات بتقولك إن إنت لو حرقت أولاً في دوابط قانونية إحنا غلزنا العقوبة عشان بس مش الهدف تغريز العقوبة بس الهدف إن أنا منعه أن يحرق بنخصص له مكان قريب لي بنحاول إن الناس اللي بتجمع أشرز دي نصقنا مع وزارة الزراعة إن ما تعملهمش محاضر تبوير للأرض عشان أقدر أستفيد من المخالفات الزراعية دي وأسيبهم فترة حوالي أربع أو خمس شهور يجمعوا المخالفات دي والمزارع يبقى فيه مصدر قريب ليه لعملية التجميع اشتغلنا خلال الشهرين اللي فاتوا والحمد لله كمية الحرق وزن المسموح به يمكن أي حاجات عشوائية بتتم بدون توعية وما زلنا مستمرين في عملية توعية بالتوازي مع موسم الحصاد دي الإجراءات اللي بدأنا فيها قبل كتابة ومستمرين إن شاء الله طيب العقوبة وصلت قد إيه؟ يعني برضو الناس تكون عارفة يعني الحد الأدنى لعقوبة الحرق العشوائي المخالفات خمسين ألف جنيه بتوصل لمليون جنيه ده الأدنى حد الأدنى خمسين ألف جنيه والناس فعلا بتلتزن بدأ؟ يعني خلينا أقول لحضرتك كان الهدف الأساسي اللي احنا غلزنا فيه للعقوبة عشان بس منع الحرق زي ما حراك أشرت في بداية الحلقة إن موضوع الحرق المخالفات ده له أضرار كتيرة أضرار على البيئة أو أضرار على الصحة وبسبب أمراض كتيرة وفي ناس كتير ممكن يحصل لها أمراض وباقية بسبب عملية الحرق دي غير كده إنه قيمة اقتصادية يعني المزارع عنده وهم إن حرق المخالفات ده فيه فايدة للأرض لأ طبعا إحنا جبنا دكاترة من كل الزراعة ودكاترة على المستوى كبير والدراسات والأبحاث قالك إن حرق المخالفات الزراعية في الأرض ليس له وجه استفادة خالص القيمة الاقتصادية إن أنا بحرق حاجة لها قيمة اقتصادية القيمة اقتصادية دي أنا ممكن زي ما قلت الحرق يدخل في أعلاف يدخل في صناعات أخشاب يدخل كواقوب بديل لسان أسمن غير ما حرقوا عشوائي كده وفي الهواء الطالق صحيح ليست خدمات كتيرة طبعا طيب لو حد رصد أي مخالفة من هذه المخالفات ممكن يعمل إيه؟ ممكن يتوجه لفين؟ طيب فيه حمالات في كل المحافظات دلوقتي بالتنصيق مع بين مديرية الزراعة كل قرية في جمهورية مصر العربية فيها جامعية زراعية فيها مدير الجامعية فيها ممثل لوزارة البيئة فيها ممثل المحليات كل اللجان دي بتمر على كل المواقع وبترصد أي حرق عشوائي للمخالفات بيتم رصد الأرض دي باسم مين؟ وبيتم تحرير محضر ضدها اللجان دي شغالة لو أنا مواط الرصد جزية دي ممكن أبلغ للجامعية الزراعية أو جهاز شؤوني البيئة ببلغ على طول مباشر اللجنة بتتوجه وبيتم تحرير محضر للمخالفة بعضهم برضو بحسن نية يعني ما كانوش بيبقوا عارفين يودو فيه يعني احنا خلصنا وخذنا الرز بتاعنا وقش الرز مش عارفين بيحس إنه هو عشان يجمع تكلفة تانية بالنسباله طبعا لك للمبايب أمور بح بالنسباله من دين التحديات اللي حرارك أشرت لها الصعوبة التجميع فعشان كده هو مش لاقي بديل فبيحرق لكن دلوقتي أنا وفرت لك البديل البديل إن أنا في مكان قريب لك في حد هيجيخ منك المخالفات بدأنا نصقنا زي ما قلت الحرارك مع وزارة الزراع إن خلاص ما تعملش محاضر تبوير للناس اللي بتجمع دي سيبوا أطول فترة ممكنة عشان يجمع أكبر كمية من مخالفات أشروز فبناء عليه أنا وفرت لك البديل فما تحرقش لو ما فيش بديل أنا هسيبك تحرق طالما فيه بديل خلاص إحنا وفرنا البديل اللي يبقى لازم تلتزم معنا في الإقراط اللي الدولة وضعيت هل يا طرق إنتو حضراتكم بتدونوا ربح من المخالفات دي؟ خلينا أقول لحضرتك إحنا جهة تنظيمية مش جهة بنتدخل مع المزارع بس حاليا المخالفات دي اللي هيك المتصادية المتعهد أو اللي بيجمع المخالفات دي لا بيدي قيمة للمزارع نظير طن الأشروز ده إنه بيروح يجمعه وبيديله مقابل ليه فهو مش بيبيعه بلاش لا بياخد قيمة عليه طيب هل فيه أي شكل آه طبعا بكل تأكيد هل فيه أي شكل من أشكال التعاون بينكم بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتنمية الصغر عشان طبعا إحنا عارفين أنه فيه محافظات بعينها بتزرع ومحافظات تانية بتزرع أشروز وده تم تحديده من قبل وزارة الزراعة فبحيث أن احنا ما نجمعش في المحافظة ونضطر نقوم ننقله من هذه المحافظة إلى محافظة أخرى فالموضوع يزيد تكلفة علينا وبالتالي قلل من ربح المزارع لا يكون فيه مشروع من هذه المشروعات داخل المحافظة لاستغلال المخالفات صح نقطة مهمة جدا وده من ضمن الدراسات اللي اشتغلنا عليها احنا عندنا حوالي 6 محافظات بتولد مخالفات أشروز كل المشروعات خريطة الاستثمارية اللي احنا وضعناها داخل المحافظات دي عندنا خريطة استثمارية كل محافظة بتولد نوع من مخالفات زراعية ليها نوع من الاستثمار يعني على سبيل المثال محافظة الواد الجديد وصلنا فيها الخمسة مليون نخلة عندنا مشروع بالتعاون مع الهاي رابطة سنة ان شاء الله وفيه مستثمر داخل لإنتاج برضو ألواح الخشبية من جريد النخيل عملنا كل الأبحاث وكل الدراسات الفنية والاقتصادية على المشروع وفي مصنع خارج مصر وخاد عينة من جريد النخيل وقال لك أن كل التحاليل متوافقة وان شاء الله المصنع ده هيطلع للنور قريب جدا ان شاء الله اللي كمية المخالفات جريد النخيل وصلت لحوالي خمسمائة ألف طن سنويا داخل الواد الجديد كمية مهولة واقتصاد وممكن يبني عليه مشروعات كتير ده جزء واحد في محافظة وحيدة هي الواد الجديد لو اللي جاءت للسعيد كمية سفير القصب أو الناتجة عن القصب السكر كبيرة لها نوع معين من المشروعات الدلتة أشر رز كبيرة فبلجة للنوع ده عندنا خريطة واضحة إن شاء الله كل سمار وبيترحل السمار داخل مصر وخارج مصر إن شاء الله طبعا أشر رز مش هو بس المخالفات الزراعية الوحيدة اللي حضراتكم بتقدروا تستفيدوا منها أو نقدر نعيد تدورها مرة تانية واستخدامها كل المخالفات الزراعية لها عائد اقتصادي وينفع فيها عملية تدوير زي ما قلت لحضرتك حضراتكم تجريد النخيل جريد النخيل وأشرز وحطب الضرة وناتج تقليم الموالح كل اللي أنا بكلم حضرتك عليه ده عائد اقتصادي عندنا مشروعات قومية اتعرضت على وزارة البيئة أو على مجلس الوزر وعلى رئيسة لإنتاج الأعلاف وأعلاف عالية الجودة من المخالفات الزراعية دي وبيحصل فيها عمل تحليل وعمل دراسات إن الأعلاف دي أفضل من الأعلاف اللي بتيجي مبارا منتجة عن تقليم أشجار الموالح وبيضيف عليها الحطب الضرة وخلافه بحيث إن إيه ينتج أعلاف عالية الجودة طيب دكتور حجم الضرر اللي بيقع على البيئة من جراء حرق أشروز يعني بعض المزارعين يقول لك إيه يعني أنا ما احرق أشروز دول بالليل على ما يطلع النهار ويكون الدخان بتاعهم راح أو ما يحرقوش في أرضه يجيوا شوية مثلا على شطة ترع أو على جنب كده يروح حرق عشان مش بتاعي عشان لو حد عدده مش بتاعي طيب بعض الناس بيعمل كده ويستهون بالموضوع طيب الفترة دي في الموسم بتبقى فترة سكون في الرياح الرياح بتبقى قليلة فترة الخريف والشتة دي بتبقى فترة سكون فأي عملية حرق بيبقى فيها تلوث شديد وبيأثر على الإنسان وبيأثر على كل حاجة فدايما الفترة دي في السنة أي حرق مش مخلفات زراعية بس حرق مخلفات بلدية منشآت صناعية بتطلع تلوث شديد عوادم المركبات كل الأمور دي لها تأثير على السحابة السودة يمكن الوضع اختلف يعني خلينا نعترف أن خلال السنوات السابقة الوضع ما كانش كده لا الوضع بدأ يختلف وتدرجيا إن شاء الله الوضع هينتهي تماما لما ثقافة المواطن تتغير بنسبة 100% ثقافة المزارع تتغير بنسبة 100% كل الأمور دي هتأدي إلى تحسين جودة الهواء وبالتوازي مش تحسين جودة الهواء بالتوازي هنخلق قيمة اقتصادية للمخلفات دي يمكن احنا في سنة من السنوات البنك الدولي 2015 أشار إلى تكلفة التدهور البيئي الناتج عن سوق إدارة المخلفات بصفة عام يمكن مبالغ الدولة بتتحملها بأسلوب غير مباشر وصلنا 2015 ل6 مليار جنيه سنويا لو الرقم ده أنا بحسبه حاليا هيتلاقي أضعاف الرقم ده طبعا رقم كبير جدا هذا اللي دفعنا ودفع الحكومة المصرية أن يتم الاستفادة بالمخلفات بكافة أنواع مشكلة عن المخلفات الزراعية بس لو مجموعة من المزارعين عندهم مخلفات الزراعية هم حابين هم يقوموا بالمشروع ده بنفسهم أن هم يعادة التدوير مرة تانية إيه الخطوات اللي هم ممكن يستخدموها أو يلجأوا ليها والأماكن ممكن يلجأ ليها عشان يبدأ في الإجراءات دي طيب نفس اللي هاربت قولي ده مجموعة من المستثمرين لجأوا لوزارة البيئة بفكرة مشروع لإنتاج الأعلاف من المخلفات الزراعية طبعا الناتج بتاعملت الأعلاف ده راحوا به لهاية المواصفات واخدوا اعتماد على الأعلاف دي وبناء عليه ماشيين في إجراءات إنشاء المشروع الزراع عدتهم الأرض بحيث ينشئوا المشروع الخاص بيهم بيلجأوا لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بيديهم برضو حوافز وزارة البيئة بتديهم دعم فني في المنظومة بتنصك مع كل الجهات بحيث أن المشروعات دي تطلع للنور وعلى سبيل المثال المشروع اللي تطلع للنور بتاع البحيرة الإنتاج الألواح الخشبية من أشرز ومشروعات أخرى شغالة صغيرة بس احنا بنحاول نكبرها وبنكبر مشروعات أكبر وزي حابب طبعا من حضراتكم إن خلال السنة اللي جاي دي إن شاء الله في مشروعات أكبر في المخلفات الزراعية إن شاء الله إن شاء الله إيه أكتر المحافظات فيها تلوث نتيجة حرق أشرز وبالتالي طبعا أكيد هيكون عندكم خريطة فتحتاج لمزيد من التوعية يعني مش هنقول يكون فيها إجراءات أشد صرامة ويكون فيها عقوبة لأن الهدف مش العقوبة خالص صح يعني مش عايز أقول لحضرتك إن المحافظات محافظة بعينها بس فكرة محافظات الدلت عموما أو القاهرة الكبرى نسبة التلوث خلال الفترة دي بيكون عليها لأن تركيز البوكة الزراعية من أشرز بتتركز في محافظات المحافظات دي عبارة عن محافظة الغربية كفر الشيخ ممكن البحيرة كل المحافظات دي الهواء بتاعها بيرمي على القاهرة الكبرى يمكن مش هقولك إن محافظة القاهرة فيها أراضي زراعية لأ محافظة القاهرة ما عندهاش أراضي زراعية بس عملية الحرق الناتج في المحافظات دي بينعاكس على محافظة القاهرة فعملية التلوث بيكون أكتر في الدلتة خلال الفترة دي عندنا وحدة للرصد الهواء داخل وزارة البيئة بترصد كل نقاط الحرق وبتصدر هي متغيرة يوميا متغيرة في المحافظات دي يوميا لما بنحس أن نسبة التلوث زادت عن الحد المسموح ليه لا فيه لجانب تنزل بترسط حتى المنطقة دي بالزاد سواء منشآت صناعية أو أماكن لحرق المخلفية بصفة عشوائية بتنزل لجانب صفة دولية للمناطق دي يعني ممكن حرق أسلام بس متعجب ممكن حرق في كفر الشيخ يصل تأثيره القاهرة والقاهرة أصلاً مش نقص نتيجة الازدحام المروري ولو عوادم السيارات فأعتقد أن الموضوع صعب أصلاً لا والنقطة التطور التكنولوجي والحاجات دي بيجيب لنا نقاط الحرق مباشرة عن طريق الأمر الصناعي المكان دي ده في حرق بيسمى عندنا في وحدات الرصد الهواء داخل وزارة البيئة اللي بناء عليه بيحصل تحرك سريع في المنطقة دي طيب أحنا في دلوقتي بنحاول نتجه للطاقة النظيفة زي ما بنقول هل ممكن أن أستفيد من المخلفات الزراعية دي في مشروعات الطاقة وأننا أنتج من خلالها زي البايو جاز وغيرها صحيح عندنا مؤسسة داخل وزارة البيئة مؤسسة اسمها مؤسسة الطاقة الحيوية لإنتاج البيو جاز من المخلفات الزراعية يمكن المؤسسة دي بدأت في إطار الصعيد عملنا وحدات كتيرة لإنتاج البيو جاز من المخلفات الزراعية ومن رواس الحيوانات واشتغلت في الصعيد والصعيد استفاد منها داخل المنازل حتى كان وحدات صغيرة وحصل دعم المنشآة الجديرة داخل السعيد المؤسسة دي في إطار التطور بتتعاون مع البنوك بتتعاون مع الجهات المعنية أنها تدعم كل الكرة الصغيرة وكل الأماكن دي من إنتاج البيوجاز من روص الحيوانات أو المخالفات الزراعية بصفة عام يمكن مش بس الجزئية دي احنا عشارنا أن المخالفات الزراعية دلوقتي أو البيوماس جزء في الوقود المستخدم داخل مصانع أسمنت يعني مصانع أسمنت تستخدم حوالي دلوقتي يمكن سيدة دكتورة وزيرة البيئة سنة 2021 أصدر القرار بألزمت فيه شركات الأسمنت أنها تستخدم نسبة 10% من الوقود الخاص بيها من المخالفات أين كان بقى المخالفات دي مخالفات بلدية أو مخالفات زراعية ده نعكس على تدوير أو صناعة المخالفات نعكس أن بدأ من المخالفات دي بيتم حرقها لبدأ تجمعها وبدأ استخدامها داخل أفران في المصانع أسمنت وهم بدأوا مع التوسع وزيادة أسعار المحروقات المزودة والغاز وخلافه يقول لك أن ده أرخص بالنسبالي وده أفيد بالبيئة النسبالي انعكس كمان على عملية تصدير شركات الأسمنت دلوقتي اللي ما بتصدر في حاجة اسمها شهاتات الكربون أنه هو خلص البيئة من حاجة معينة فبيقدم الورق ده بالنسبالي فبتساعده في عملية تصدير خارج مصر كل دول العين طيب ده عظيم جدا طبعا نحن بنشكر حضرتك وياريت إخواتنا المزارعين يخلوا بالهم يعني كنا دايما بنشتكي من تأثيرات التغيرات المناخية على محاصلهم الزراعية وأن في بعض المحاصيل بتتلى في نتيجة التغيرات المناخية وعلى جانب آخر احنا بنساهم في إحداث تأثير كبير جدا على المناخ اللي بيرجع يضرنا وبيضر محاصلنا الزراعية وبيضر صحتنا كمان كل شكرا لحضرتك في فندم شرفتنا ونورتنا دكتور ياسر محجوب رئيس جهاز المخلفات بوزارة البيئة ومساعد الوزير شكرا لك يا فندم